أعلن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بدأت فعليا بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو والذين تكفلت الحكومة بدفع أجورهم وذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراءات تحويل جميع المبالغ إلى حسابات أصحاب العمل لسداد أجور العمال المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إن وجدت في عملية الصرف داعيا جميع المنشآت إلى دفع الرواتب في مواعيدها المقررة ويأتي تكفل الحكومة الموقرة بدفع أجور المواطنين البحرينيين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعما للمواطنين والقطاع الخاص وتكفل الحكومة بدفعها لجميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 خلال هذه المرحلة الاستثنائية وتكثيف الجهود الوطنية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة